بصراحة أرودنا شفافية الحديث وقديش كان فيه وباشرة قديش كان فيه أريحية الرجل المستمع جيد يختلف بجوز نمطه عن نمط عديد من رؤساء الوزرات السابقين بأنه كانت العملية عملية تلقين أنا بقول فيما يخرج عن شخص الدكتور عمر رزاز بس بنفس الوقت كان فيه هناك نقاط أساسية كونه قناعة دار رئاسة الوزراء ودولة رئيس شخصيا والعاملين معه بأنه يا أخي البرامج الصباحية تحديدا هي سنسورات للناس حتى كان فيه إشارة من دولة رئيس الوزراء إلى موضوع أن الحكومة الحالية تعمد إلى ما يسمى بالمتسوق الخفي أو الباحث الخفي اللي هو شخص يفوت مرفق عام مستشفى إدارة معينة ويسجل الملاحظات ففورا بادرت وحكيت لها دولة الرئيس بأنه يا أمي أنت بتحكي قاعد عن متسوق خفي ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك يعني كل الأمر أن ترصدوا البرامج الصباحية وتشوفوا همو من الناس لوين تتجي شو حاجات الناس وين واضحة مش بحاجة من الآن أنه إحنا نمشي بهذا السيستم وهذا البرنامج حتى نتلمس وين حاجات الناس حاجات الناس مطروحة من سنوات وكلها تتكرر وتدور بنفس الدائرة نفس اللوب بروحه برجعه فما فهمنا حقيقة عدة رسائل أهمها بأن رئيس الوزراء اللي هو يعني حكينا بأنه حاز على ثقة العديد مننا ربما في بعض الخيبات هنا أو هناك وفيما يتعلق بانتقاء الفريق الوزاري ولكن الدكتور عمر رزاز مدرك تماما بأنه الإنسان في الأردن كثير مشتاق إلى الحصول على خدمات أساسية فيما يتعلق بالصحة فيما يتعلق بالنقل فيما يتعلق بالتعليم وكان شديد التركيز على موضوع بأن الناتج المترتب على قانون الضريبة الجديد سينعكس على هذه الخدمات الثلاث أو على الخدمات بشكل عام ولكن تركيزا على هذه الخدمات النقل الصحة والتعليم لما بتسمع بأنه والله زيادة شريحة الخاضعين المتأتي منه سينفق على الخدمات ويركز على الخدمات يعني بتفكر فيها وبتسأل حالك هل فعلا الحكومة ستوجه كل هذا أبدا الآن بطلنا في موضوع عجز ومديونية وشروط بنك نقد دولي ولا صندوق نقد دولي فهو موضوع يبقى مرهون بالثقة اللي بتوليها لشخص بأنه ما صرح به سيلتزم به ولا لا موضوع الغاء الضرائب والعفو العام كان لدكتور عمر رزاز رئيس الوزراء يعني طرح سمعه أيضا الجميع بيقول لك والله يا عمي أنا كنت من المناصرين إلى أن نتجه في الأردن نحو عفو عام ولكن يبدو بأنه البعض في مجلس الوزراء سجلت حفظات منهم معالي وزير المالية حسب ما ذكر الدكتور عمر الرزاز بأنه وزير المالية بيقول له يا عمي طيب بكرة أنت لما بتصدر عفو عام على غرامة إصدار شك بدون رصيد هل هذه رسالة بأنه معلش يا أردني سطر شك بدون رصيد لا مش هذا هو الموضوع أنا أنقل ولا ألمع ولا أبين ولا بلا مؤاخذة أروج يعني أحد المواقع الإخبارية مبارح بيقول لك رئاس الوزراء تستعين بمقدمية البرامج الصباحية للمساهمة في ترويج لا يا سيدي يعني مع كل احترام والتقدير لهذا العنوان ولكنه خاطئ مية بالمية وكان مبارح بصراحة مني ومن زملائي بأنه دورنا هنا ليس لتلميع فكرة معينة ولا لمساعدة الحكومة على ترويج خطة معينة نحن هنا لننقل من دار رئاسة الوزراء وجهة النظر من فم رئيس الوزراء شخصيا لمواطننا في الشارع بدون إضافة إحنا ما إلنا دور في أن نزكي أو أن إحنا منطرح فقط ونقول تم تحميلنا أمانة بنقل هذه الصورة الآن القناعة لمواطننا بصراحة أردنا ترجمة نانسي قنقر